السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة جديدة واعلان جديد. على اليوم يا اخواني مباراة تضيف عشرة مناصب وزارة الداخلية عاملة الرباط. كتنظم وزارة الداخلية بالرباط مسابقة لتضيف عشرة وضائف موزعة على النحوة التالية. كين مهند اربع مهندس دولة من الدراجة ديه الاولى. لتانجينيور دي طاب حميا كراد. وكين فهد المهندس دولة كين اربع ديه لمناصب اخواني مهندس شبكة الكمبيوتر. وكين مهندس تطوير تكنولوجية المعلومات. مهندس ادارة نظم تقنية المعلومات. وكين مهندس امن الحاسوب. لزانجينيور غيزو انفورماتيكا. لزانجينيور جيستيون دي سيستيم انفورماتيكا. ويلزانجينيور سيكوريتي انفورماتيك. فاكثر التخصوص ستاني اخواني ست فني الصف الثالث لتكنيسيان دو تقوازيام فهم إخواني جوج فنيين متخصصين في صيانة قبلات الشبكات وأجهزة الحاسوب الألي تكون عندو خبرة ديال خمس سنوات و جوج ديال فني متخصص في تطوير الحاسوب تكون عندو خبرة ديال سنين و جوج ديال فني متخصصين في شبكات الحاسوب تكون عندو خبرة ديال ثلاث سنوات وهنا باللغة الفرنسية إخواني لتكنيسيين سبيسياليزي ون تغطيان دو كابلاج غيزو دو ماتيريال انفرماتيك وهنا تكنيسيان سبيسياليزي ان ديفلوبمو انفرماتيك وهنا تكنيسيان سبيسياليزي ان غيزو انفرماتيك إذن إخواني طرفنا الآن على الوظائف الموزع على قسمين المهندسي دولة من درجتي الأولى وكينفنيو الصفة الثالث لتكنيسيان دو دو ثوازيام قراد طبعا إخواني الآخر موعد لتقديم طلبكم قبل التاريخ ثلاثة شهر خمسة الفين واثنين واثنين وعشرين والمباراة تقام إخواني في التاريخ اللي هو ثلاثة سبعة الفين واثنين واثنين وعشرين بسبب إخواني الإعلان ديال مهندسي الدولة من الدرجة الأولى الإعلان إخواني رات حط نهار ثمانية وعشرين الباحث حط ثمانية وعشرين أبريل الفين واثنين وعشرين بسبب إخواني التخصص ديال مهندسي الدولة من الدرجة الاولاد تخصص اخواني فيهم البعض التخصصات غيزو انفرماتيك ديفلوكم انفرماتيك وجيسيون دي سيستيم انفرماتيك او سيكوريتي انفرماتيك يعني البعض التخصصات. اه بالنسبة لي اخواني لهد المباراة اخواني يعني قد تضم الولايات دي الجهات الرباط سلاق ونطراء عامل الرباط. المباراة دي توضيف مهادس دولة من درجة الاولى. وكتحددها عدد المناصب في اربعا دي المناصب. وقد تفتح المباراة في وجه المترشحين من الجنسية المغربية البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكتر في تاريخ اجراء المباراة والحاصلين وجوبا قبل 3 يونيو 2022 على شهادة مهندس الدولة في التخصص المذكور عليه. المسلمة من طرف المدارس او المعاهد او المؤسسات الجامعية الوطن المؤهلة لتسليمها او على احدى الشهادات المعادلة لها المحدد بقرار للوزير المكلفة بتحديد القطاعات العامة تبقى لمقتضيات المرسوم الرقم ثلاثة وعشرين اربعة جوش صادرة في باطاش من اه ربيع الاول اه ربعين او امس وعشرين اربعة ماي الفين اربعة. المتعلقة بكيفية تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلفة ضراجات واطر الادارات العمومية. وشمل هذا المباراة هذا اختبارين الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي. الاختبار الكتابي اخواني كيتعلق بالتخصص او التخصصات المطلوبة او المهام او الوظائف المطلوبة شغلها. ومدة الاختبار الكتابي اربع ساعات ومعامل اربعة. بالنسبة اخواني الاختبار الشفوي اه كتنقش فيه لجنة المباراة مع المترشحة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام او الوظائف المرتبطة بالدرجة او درجة المتباري بشأنها. ولمدة دي لهذا الاختبار الشفوي تلاتين اه وخمسة واربعين دقيقة ولمعامل تلاتة. ويتأهل الاجتياز الاختبار الشفوي للمترشحون الحاصل على معدل لا يقل على اتناشة العشرين في الاختبار الكتابي. اخواني لطريقة الترشيح يسجل الطلب الترشيح وجوبا على برمجة الترشيح الالكتروني ديبو بوان ام بلواتي ري بيبليك بوما خلال الفترة الممتدة من تسو دي وشرين ابريل الفين واثنين واثنين الى ثلاثة يونيو الفين واثنين واثنين واثنين. اخر اجل لاداء الترشيح على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوان. يرفق طلب الترشيح بنسخة من الدبلوم في التخصص المطلوب. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للالكترونية. وكذلك السيرة ذاتية للمترشح تحمل صورته الشخصية. وهنا اخواني بعد البيانات الهمة لمترشح. لا يعتد بشهادة النجاح ولن يقبل اي ديبلوم او شهادة غير المستوى او التخصص المطلوب. بالنسبة للديبلومات التي لا تتضمنها التخصص او الشعبة اه ترفق وجوبا بشهادة مسلمة من طرف المؤسسة الجامعية المعنية اه يشار فيها بوضوح الى هذا التخصص او الشعبة. بالنسبة للشهادة الاجنبية يجب ارفق الشهادة عند التسجيل عبر البوابة الالكترونية بقرار المعادلة المشهور بالجريدة الرسمية وكذا بالشهادات المشفوعة بها والمحدثة بنفس القرار. ويجب على مترشحين العاملين بالادارة العمومية اضافة الى تسجيلهم على البوابة الالكترونية ان يتقدموا بطلبات المشاركة مشفوعة وجوبا بالمرافقة النهائية لادارة التي ينتمون اليها عن المصالح المكلفة بالموارد البشرية. يتعين على المترشحين الذين يحملون صفة مقاوية او مكفول امه او عسكري قديم او محارب قديم تقديم طلباتهم عن طريق الادارة المكلفة بتسيير شؤونهم وذلك بالاضافة الى تسجيل البوابة الالكترونية داخل الاجالة المحددة لذلك. كما يتعين على المترشحين في وضع اعاقال لحقا بشهادة مسلمة من طرف وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية. علاوة على الوتائق المطلوبة فهنا المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة ملزمين بتتميم ملفاتهم بالوتائق الادارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية. وتمشر لوائح المترشحين المقبولين على موقع التشغيل العمومية طبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي الخاصين بهذه المباراة. كما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بالترتيب حسب الاستحقاق في حدود المناصب المتباري بشأنها على البوابة المدقورة. إذا اتباتت بمناسبة التأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة المترشحة سبقاً آلاً عن نجاحه لا يتوفر على واحدة أو أكثر من الشروط المطلوبة فسيتم تعوده بمترشح آخراً مسجلين في لائحة الانتظار يستوفي هذه الشروط. وهذا هو التوقيع اخواني ديال والي جهة الطريبات على القنيطرة عامل عمل طريبات انضاء محمد يعقوي. بالنسبة لأخواني الاعلان الثاني اللي وتوت حتى مهر ثمانية وعشرين ابريل الفين وعشرين واللي خاص بتوضيف ستادي التقنيين متخصصين في المعلوميات لتخصصات ديالهم كين جودة تقني سيتاء و Standard Nursing d якіزو 길드 material���ん vielologique اللي خاص لك خمس سنوين史 وبنسبة لدي يجوجل للتكنيسيان специاليزية و entwickelt slightly Turn left from technology ولكن يقولي تكنيسة سميشاليزية و غيزو النformتيك يشagi لك ثلاثة ديال سنوات ديال تجاريبه بالنسبة لي أخواني لهذا التخصص هذا اللي هو تقني متخصصي من درجة الثالثة واللي يتحدد في المناصب دياله استاء ديال المناصب وبالنسبة للشروط إخواني شروط ديال المباراة هذه أنك تكون عندك جيسية مغربية وتكون بالغ من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر وتاريخ إجراء المباراة والحاصلين وجوبا قبل 23 يوليو 2020 على شهادة تقنية متخصصية المعلومات المسلمة من طرف المدارس أو البعاهد أو المسلسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها أو على إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المقلف بتحديد القطاعات العامة طبقا لمقتضايا طوالما الرقم 23 جوج الصادرة في 14 من ربيع الأول 24 مائي 2014 متعلقة بكيفية تحديد الشهادة المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية إخواني للمباراة والاختبارات اللي هي اجتازها المترشح اختبار كتابي واختبار الشفوي بسبب اخواني لاختبار الكتابي كيتعلق بالتخصص أو التخصصات المطلوبة والمهام أو الوظائف المطلوب شغلها وبنسبة لها المدة ديالها الاختبار الكتابي أربع ساعات والمعامل ثلاثة بسبب اخواني لاختبار الشفوي كي نقش فيها اللجنة المباراة مع مترشح مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة إعلم الممارسة والمهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتباري بشأنها بسبب اخواني المدة ديالها الاختبار بين خمستاش تلسلاتين دقاقاء والمعامل ثلاثة وكي تهل الاجتياز لاختبار الشفوي المترشحون الحاصلون على معدل لا يقل عن اثناش على عشرين في الاختبار الكتابي بسبب اخواني الطريقة ديال الترشيح هذا تخصوص يكي تسجل طلب ديال الترشيح وجوبا على برمجة ديال الترشيح الإلكترونية وخلال الفترة الممتدة من تسعود وعشرين أبريل إلى ثلاثة يونيو وكي تعتبر آخر أجل لإيداع الترشيحات على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال وكي ترفق هذا الطلب هذا ديال الترشيح بنسخة من الديبلوم في تخصوص المطلوب نسخة من بطاقة تعريف الوطنية الإلكترونية وكذا سيرة ذاتية للمترشحة كتحمل صورة شخصية دياله بالنسبة لبعض البيانات الهمة لا يعتد بشهادة النجاح ولن يقبل أي ديبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب بالنسبة للديبلومات التي تتضمن التخصص أو الشعبة ترفق وجوبا بشهادة مسلمة من طرف المؤسسة الجامعية المعينية المعينية يشار فيها بوضوح منه إلى هذا التخصص أو الشعبة بالنسبة للشهادة الأجنب الإخواني يجب إرفاق الشهادة عند التسجيل عبر البوابة الإلكترونية بقرار المعادلة المشور بالجريدة الرسمية وكذا بالشهادة المشفوعة بها والمحددة بنفس القرار وعلى المترشحي العاملين بالإدارة العمومية إضافة إلى تسجيلهم على البوابة الإلكترونية أن يتقدموا بطلبات المشاركة المشفوعة وجوبا بالموافقة النهائية لإدارة التي ينتمون إليها يعني الإدارة المصالحة المقلفة بالموارد البشرية وإدعاين على المترشحيين الذين يعملون صفة مقاومة أو مكفول أمة أو أسكري قديم أو محارب قديم تقديم طلباتهم أن تقل طريقة الإدارة المقلفة بتسيير شؤونهم وذلك بإضافة إلى التشجيل عبر أعلى البوابة الكورونية داخل الأجال المحددة لذلك كما يتعين على المترشحين في وضع إعاقة لاحقا بشهادة مسلمة من ترفع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية علاوة على الوتائق المطلوبة فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة ملزمين بتتميم ملفاتهم بالوتائق الإدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العموبية وفي الأخير إخواني طريقة نشر لوائح المترشحين المقبولين سوف تنشر على موقع التشغيل العمومي وتعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاءة لاجتياز الإختبارين للكتابة والشفو الخاصين بهذه المباراة كما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بالترتيب حسب الاستحقاق في حدود المناصد المتبالي بشأنها على البوابة المذكورة إذا تبت بمناسبة تأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة أن مترشحا سبقا أعلن عن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة فسيتم وتعوده بمترشحين آخر مسجل في لائحة الانتظار يستو في هذه الشروط وفي الآخر إخواني غدي نوريكم طريقة كيفاش أنكم تبصلوا أو تصفتوا لدوكم من دولكم التجلو في الموقع ديال ديال ديبو بوان بوان تري بيبليك بوان ما اللي هو أمامنا هنا هذه هي المنصة اللي غدي نتجلو فيها في هاد المنصبين اللي هما المنصب ديال لتكنيسيا أو التقنية المتخصين في المعلميات وكذلك للمبارد المهندسي الدولة من الدرجة الأولى بالتبال للموقع إخواني هو فضاء ترشيح لبواب التشغيل العلمي أول مرة غدي تسجيل في هذا الموقع هذا أنك غدي تضغط على هاد تسجيل لولوج لأول مرة لفضاء ترشيح لترشيح بنسبة للناس اللي ديالج مسجلين غدي تدخل الجيميل ديالك اللي مسجل به ودخل لكلمة السر وغدي تضغط على دخول بالتبال للناس اللي هما أول مرة تسجلوا في هاد الموقع غدي تدخلوا على تسجيل بهذه الطريقة إخواني وهنا غدي تضغط الاسم الشخصي ديالك والاسم اللي هايلي ونمرت لكارت هنا بالنسبة للمرات لكارت إخواني قد تضغط هنا الحروف اللي هي حروف كبيرة مثلا جيسي ولا أبي ولا ديسي ولا مهم هلا حسب لكارتنا سيولال وهنا قد تضغط الأرقام بالنسبة لها إليك تدير الجينس أنت كرأو أمتها أنا قد تدير الباليد الإيركتون لقد تدخل به لهذا الموقع وهنا قد تدير الكلمة المرور هنا ونحن تعود الكلمة المرور بعد ذلك قد تضغط على هذل الشروط التوافق على الشروط هذا وبعد ذلك قد تضغط على تسجيل وذلك ساعته يصيخ الرسالة الجيمال غدي تأكد من الجيمال ديالك بعد ذلك إخواني غدي تدخل لهذا المكان للولوج إلى فضاء الترشيح غد ندخل أنا إلى هذا الموقع هذا وبعد ذلك نكمل الشرح دياله من بعد ما إخواني أنك تسجيلتي وليدخلتي لهذا الموقع غد نحط لكم هذا الرابط التوى غدخل لي مباشرة غدخل تمشي مباشرة لإعلانات ديال الترشيح الإلكترونية فيهم في وجود الإعلانات مباراة لتوضيف مهندسي دولة من الدرجة الأولى ديال سلم أحداش ربعض المناصبية وزارة الداخلية بعملات الرباط وهنا المباراة ديال توضيف تقنية من الدرجة الثالثة سلمت سعود ستادي المناصبية وزارة الداخلية عملات الرباط وهنا رأى آخر أجل لترشيح راكات بنهم هنا يا أخواني وهنا إمتى تنشر الإعلان وهنا رأى تنشر هارة مباراة عشرين رأى تنشر البارح مباراة عشرين أبريل وآخر أجل ثلاثة يونيوين ثلاثة شهر خمساء وآخر أجل باش تدفعوا أو لا تصفتوا الوتائق ديالكم كلتا لهذه المباراة بجوش يعني أنت مثلا غدخل مثلا لمباراة توضيف لمهندسي دولة غدخل لهذه الرابط غدخل على هذا الماكان هنا كيف كتشوفون هنا غدخل على هذا فالطريقة غدخلك مباشرة هذا الواجهة اللي فيها المعلومات على هذا الوظيفة أو هذا المباراة دي المهندسي دولة من الدرجة الأولى السلم أحداش هنا إخواني رأيكم معلومة كلهم يعني إمتى تنشر الإعلان والنوع دي الوظيفة وتخصص دي الإعلاميات والدرجة والإدارة اللي هي تابعة لهذا المباراة دي وكذلك هنا بعض التوضيحات الإضافية مثلا عندك مشكل فتجيل أولا الموقع ما باشي تحليك أولا مثلا لقيت شي مشكل في الموقع أو لقيت شي شي مشكل رأيك تصل بها الشخص هذا الإسم ديالو هنا هدا طلب توضيحات الإضافية بالنسبة لها دي المباراة هدي عدك شا استفسار ولا شي حاجة رأيك تصفت له غير إما في البارد الإلكترون ديالو ها هو اللي كان هنا أو لك تصل به في هذا الرقم وهالإسم ديالو دياله للشخص بالنسبة أولا كتشوف القرار أو لكتشوف القرار دي المباراة اللي هو على سوفورم ديال PDF اللي غني حطو 거 لكم في صندوق الوصف هنا كتدير ترشيح المباراة إلا بترشيح المباراة كالضغط على ترشيح المباراة إلا بتتبع تتبع هذه المباراة لكالضغطها لا تتبع بالنسبة للترشيح إخواني لكالضغط المباراة حان تران مباشرة على الترشيح بالطريقة نفس الطريقة إخواني بالوظيفة ديال التقنية من درجة الثالثة اخواني كنتضغطو على هاد المكان بالطريقة كندخلو لهاد البلاصة هادي يعني كنشوفه هنا هادي هادي ها المباراة دي تقني الى عادي نتفعولها تقني من درجة الثالثة سلمة سعودة هنا كن نضغطو على الترشيح للمباراة بطي لا تكون مشكلة دي لها التسجيلة ده يعني كتصيف طول هاد الشخص هذا اخواني هاد الشخص اللي هو مكلف بطلب توضيحات اضافية اولا كتصيف طولي عبر هذا التصوبي عبر هاد الهاتف اللي كننفذ المكان وإلى تغطي لي شارج الالالالالشروط واشي